يا بختي يا حظي شوفوا بقى انا النهاردة سعيد عندي العشوتين اللي في لقى واحدة عندي فوز الزمالك وعندي مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر وحشني جدا 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 يا مولانا اكرمكم الله وبارككم الله والفحمد الله على السلامة ولا غيبك الله اعلامي متوازن محبوب ربنا يخليك نسأل الله ان يديم النفع بك ويديمك علينا ربنا مولانا يمكن من الحاجات التي تثير جدلا دائما ويمكن الجدل الاخير كانوا حاجتين حاجة منهم تصرحات مولانا المتعلقة بالبسمة الورصية وحاجة منهم المتعلقة بقى بالجدل الدائر بتاع الايمة نعم احسن الله عليك ايه حكاية الايمة بسم الله الرحمن الرحيم اولا قائمة المنقلات الزوجية من حيث الاصل مشروعة لانها المهر العيني في فقه المصريين لان المهر اولا او الصداق ده فرض وهو من شروط صحة عقد الزواج قال الله تعالى وَآتُوا النِّسَاءَ صَادُقَاتِهِنَّ نِحْلَةِ يعني عطية لا يفسرت النساء وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل سيدي ومشاهدين ومتابعين الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا وقد يكون منافع قد يعجل كله قد يؤجل كله قد ينصف المصريين استخدموا العرف الصحيح في ايه؟ غالبا يعني في ان المهر بيكون عيني ان الزوجة او اهل الزوجة والزوج او العريس واهله يتعاونون في تأثيث منزل الزوجي طبعا هنا حضرتك الزوجة لا يتم الزفاف بها او الدخول الا اذا مالكت مهرا سواء كان نقدا او عينا او منافع فلجأ المصريون الى كتابة قائمة عرفية او محرر عرفي بيثبت ملكية الزوجة لما في مسكنة الزوجية من اساس او اجهزة او منقلات لغاية هنا سليم العوار في ايه بقى؟ اما المغالاة على غير الحقيقة وده خطأ واما ايضا التهوية يعني الظلم والاخطر انه هو جعلوه بالنحة القانونية انه لو حصل نزاع ما بين الزوج والزوجة الزوجة بتلجأ فورا الى الشرطة الى النيابة الى المحكمة بتهمة التبديد وهي جريمة مخلة بالشرف ده هنا الخطر لان حضرتك اولا قائمة المنقلات من التكيف الفقه الاسلامي هو عبارة عن ضمان حقوق لا اكثر ولا اقل لكن لا تأخذ صفة جريمة مخلة بالشرف او كايصال الامانة وايصال الامانة في الاصل مخالف للشرع الاسلامي فحضرتك احنا العرف المصري في قائمة المنقلات يتطفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الاسلامية فهو جائز لكن فقط يعدل التكيف وانا يمكن ابشر الاخوة بان طبعا اولا قضاءنا المصري شامخ المحكمة الادارية العليا انتهت الى ان الزوج حتى لو بدد المنقلات الزوجية هو يعتبر حق مدني ضمان جريمة اسرية انما لا يرقى الى جريمة مخلة بالشرف يحبز بسببها ويعاقب جنح او يعاقب ادارية فهي بس تعدل انها لا تكون وسيلة ظلم للزوج انه هو لو لقدر الله يعني نسب اليه انه بدد يبقى جريمة مخلة بالشرف هذا خطأ يبقى حصل خلاف كبير لقدر الله فتيجي الضغط عليه بانها تخبي الحاجة وتقول هو بدد وهو حتى كانوا زمن بيستخدموا او الى عهد قريب من باب المكائد للأسف فانا بأحيي المحكمة الادارية العليا انها لم تجعل قائمة المنقلات في حال التبديد جريمة مخلة بالشرف طب صراح يعني يزاهم والله كل خير لان هنا العدل والله اوصانا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائز القربة ويانا عن الفحشاء والمنكر والباغي عزكم لعلكم تذكرون وبنقول العدل 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 صح فالقائمة مشروعة ولا خلاف عليها في ناس تنادي بإلغاءها لا انت حر انسان يريد ان يتزوج ويدفع بس يفعل الشريعة لان حضرتك للأسف في منطقتنا العربية مع كامل الاحترام الاصل ان الزوجة بتأخذ المهرة عطية لها ملك تتصرف في المهرة كتصرف في الملاك لهذا لا يفعل بالنسبة في دول معينة عربية بيستولي عليها الاب بزعم انه هو مقابل تربيتها وتعليمها وده مصيبة واحنا بن ربي بردنا عشان ناخد في المصيبة عارف المصريين ما بتنتفعش ده من مدخراتها ومدخرات الاب بتأسس في منزل الزوجية هي لم تنتفع اصلا فانا زي ما قلت لك المصريين بحسهم الوجداني او الموضوع او الواقع جعلوا وثيقة محرر عرفي ضمان حق الزوجة في ملكية هذه الاجهزة والمنقلات والاساس لغاية هنا مشروعة فده الحل الوسط ما بين المفرطين والمغالين قائمة المنقلات مشروعة حق ضمان مدني لكن ليس في حال التبديد جريمة مخلة بالشرف حلو جدا طيب هروحنا الموضوع التاني ونمكن اثر جدل مسألة البصمة الوراثية لاثبات او لثبوت البنوة احسنت بارك الله فيك ايه المشكلة اللي فيها دي هقول سيدتك اولا البصمة الوراثية ودايما برنامجك حيوي وبتناول القضايا المثارة على الساحة جزاك الله خير اولا نحن في الفقه الاسلامي لا ننكر البصمة الوراثية المتعارف عليها دي ان ايه او تحليل دي ان ايه لا ننكره انه صحيح واكتر من مرة حضرتك قلت في الحاجات العلمية نحن لا ننكر العلم ابدا للضبط انك حضرتك احنا بنقولي بقى اولا النص القرآني في سورة الاحزاب ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم طيب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش يعني علاقة زوجية ما بين رجل وامرأة سواء كان العقد صحيح ده لا خلاف عليه وممكن يكون العقد فاسد اذا لم يجتمل مثلا على تسمية الصداق او فقد الاشهاد مثلا او حتى وطء شبهة يعني لو ضربوا زمان مثال قالوا لو وطء غير زوجته على ظن انها زوجته في هذه الاحوال الثلاثة ينسب المولود الى هذا الزوج الزوجية الصحيحة والزواج الفاسد والوطء بشبه طيب الاشكال في ايه بقى حضرتك احنا بناخد البصمة الوراثية في حالة واحدة حالة إثبات النسب المتنازع عليه حصلت حروب هي طول ده ابنه فيقول لا مش ابني فناخد بصمة نسب يبقى في الحالة دي بنالجأ لتحليل دي ان ايه انما سيادتك نحن في الفقه الاسلامي نتحفظ على استخدام البصمة الوراثية في نفي النسب يعني ايه بقى اشرح لك جاءت امرأة وادعت ان رجلا غير زوج مش متزوجاه لا توجد علاقة زوجية وادعت بان حملها منه وهو انكر انا الشريعة لا تقحم هنا لاننا لازم افعل حديث حضرة النبي الولد للفراش البصمة الوراثية لا تلغي حديث الولد للفراش انا بكلم من منظوري انا كخادم للفقه للقانون ان يتكلم في وجهته القانونية كما يشاء للطبيب ان يتكلم في وجهته الطبية كما يشاء لكن لا تصادر على رأيك فقه انا بقولك ما بنكرش البصمة الوراثية مصدرة لا ما انا بقولي سادتك فيه بقى حاجة اسوأ عالش يعني اللي انا بسأله انا عشان احاول احنا نثري الحمار اللي بحاول اسأله انه البصمة الوراثية لا تنكر حديث الرسول عليها افضل صلى الله ولا تلغي لكن اذا كان هناك ضرورة للالتجاء الى العلم يعني هي هتقول الرجل ده اه مش متجوزها بس اللي في بطنها ده ابنه هنعمل ايه هنعمل ايه عشان نسبة الناس شوف عندنا يبقى الحالة دي اذا لم توجد علاقة زوجية يبقى هاز المولود ابن زنة والماء والزاني فاسد من الناحية الفقهية فلا ينسب اليه لا يكون ينسب اليها انا بكلمك على الشريع اذا ينسب اليه انا كده بعمل خلطة انسان بها لا ما علش شوفها لسا ما انا بقولك اهو رأي واضحة في صورة الاعزاء لا مش هتنسب الا بزوجية زوجية قائمة وإلا فتحنا مات مش هقولك مش عاوز يتجاوز مات عمل كده ومات يا سيدي لو تم استخدام البصمة الوراسية او دي ان ايه في عدم في اثبات نسب في غير علاقة زوجية ما احترامي لازان المشاهدين الكرام ما بيحصل ما مش ده الغرض ما ما جاوزتش اكيد اكيد ايام الرسول عليه افضلت السلام ولا كان في بصمة ورسية لا كان في القيافة كان اللي هو النظر الى الشكل الظاهري كان في علم القيافة ظاهريا ماشي لكن في النهاية على حساب عندي حاجة اكتر دقة علمية لا انا دايما يقول العلم البصمة الوراسية لكن لازم افعل الشريع علاقة زوجية ما بين رجل وامرأة ما فيش علاقة زوجية هي تتحمل واحدة راحت زانت هي حرة بقى هي حرة بقى ابنها اللي هي تتحمل لو هي فرطت في عرضها هنعمل لها ايه ما وهي بقى طب هقول لك احنا نروح للفاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل عشان ناخد الحيطنا في الكلام كده والجدل استمر بقى يا جماعة مش جدل طبعا ولكن المناقشة طول الوقت كانت مستمر خلال هذا الفاصل على نفس دات الموضوع مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر هنرجع بقى ايه نكمل المناقشة مولانا التي لم تتوقف حتى اثناء الفاصل على مسألة الولد اللي هيجي نتيجة هذه العلاقة اللي ما هياش زوجية هو اللي بيدفع التمن مش أمه مش أبوه دا أمه طبعا بيدفع التمن ومين اللي هيدفع التمن أكتر الولد اللي مش هنعرف نسجله في المدرسة والولد اللي أبوه مش ليسرف عليه لو الأب هنا حضرتك استيقظ ضميره اللي هو اللي فعل الجريمة ها احنا عندنا سيادتك في وسائل النسب في الفقه الإسلامي الإقرار والبينة لو ممكن ندخل البصمة الوراثية دي إن إيه كبينة بس الإقرار أفضل يعني لو أنه أقر بأن هذا المولود ينسب إليه مرحبا بس أنا عايزة تتكييف بقى للبصمة الوراثية احنا لا ننكرها بأكد لأن الكلام اللي نسب إليه مكتزق و دي قافة في الأشف عشان كده أنا سأتمنى دي تالت رابع مرة يجتزقوا تصرحات مولانا فلنقلت يعني هو في غياب يقعدوا يجتزقوا ولا إيه لا 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 فهو حضرتك عشان الترندات والفوضى اللي ما حصل احنا بنقوله بقى تكييف البصمة الوراثية دي إن إيه قارينة قوية لكن أنا عندي كخادم للفقه الأدلة سلاسة الآية القرآنية في إثبات النسب و دعوهم لآبائهم خلي بقى لكن يجب أن يكون أبوه فإن لم تعلموا أبا آه فإخوانكم في الدين و مواليكم الأمر الثاني الزوجية صحيحة أو لقدر الله حتى العقد فاسد أو وطئ بشوبها ماشي بعد كده البيناء العادلة يعني إيه إذا قتت بشهود ماشي يؤخذ به في الفقه الإسلام إذا جاءت بشهود على أن هذا المولود طبعا مع ضوابط أخرى أن يتصور الحمل يعني ما يجيش النارضة امرأة تدعي على صابي دون تسعة سنين لا ينسب إليه بعد سنة كاملة من العلاقة الزوجية يعني أنا أفرض راجل توفى والله يا سيد الكريم معاها لغاية فترة الإحداد أربعة أشهر وعشرة لكن لو جات بعد سنة ودعت أن هذا المولود من هذا الرجل أو الآن فيه جريمة بتحصل ودي من علامات السعفة ليغيرون خلق الله اللي هو تجميد البويضات الملقحة وبعد دي بقى سنوات يفرج عنها من البنك بتاع الحاجات دي ويقول لك ده تسكار من المرحوم والبيضة كانت بقى لها على خمس سنين وعشر سنين ده أنا هعمل خلل في المواريس هعمل خلل في شجرة الأنساب هعمل خلل في بنيان المجتمع الشريعة بتضع قاعدة حاسمة حازمة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح حيلو أنا بقى هنا عندي ثلاث حاجات أول حاجة تعالى نخلي موضوع التجميد ده للأسبوع الجاي بقى ونتكلم فيه مرحبنا والحاجة التانية هي أنه حداك قلت لي قد يحسب البصمة الوراثية كقرينة قوية قوية لا أمكرها أنا أقول إيه مثلا نجزي سمحني من أقول لا فمولانا دليل لأنه علم واضح دامغ بيقول أنه الطفل ولا الجنين ده ولا المولود ده هو ابن الرجل ده بالعلمه ومولانا وعلماء الأزهر الشريف دائما لا ينكرون العلم أبدا فتبقى دليل مولانا حقدوا في حتة واحدة فمولانا قال لي إيه قال لي لأ الأدلة اللي عندي كخدم للفقه أولها الزوجية ودعوهم لآبائهم صح؟ أه بالذب كميلي بقى الجملة عشان أنا عجبني فيها حتة حلوة شوف الزوجية سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا أو وطء شبهة ماشي نمر اتنين اقرار الشخص نفسه لم يقر هتلقى باز هتلقى تلدي إن إيه من أهولي ساتك أنا هعمل هنا بقى كخدم للفقه لا بأس إنني أستطلع رأي معمل حكومة معتبر معتمد ماشي نسبة الخطأ فيه مستحيلة وأخلي بالك فيه معامل خطأ أنا هرجع لمعمل معتبر كبير بإسمه ماشي والفقه ألو ويفضل تكرار المعمل الحكوم المعتمل طب هو الفقه لازم يقول حكومة يعني لا هقولك بس حكومة ليه ضمنا للتلاعب لا 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 المعامل الخاصة ممكن نسبة الخطأ وردة آه فتخاف لا ضرر ولا ضرار حد يدفع فلوس فيغير التحليم بتاع كلام مننا ممكن بيحصل ماشي 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 حضرتك في الحالة دي بقى إذا جاء الطبيب وبتقرير معتمد أنا ممكن أخده كبينة ها أنا منكروش ماشي بس هاخده كايه؟ ده في الآخر هاخده كبينة إنما أنا عمال أأكد على المجتمع في نقطة أما الدلائل الفقهية فهي ثلاثة لازم زوجية زوجية ولازم أعلي حديث النبي بس مش هي دعوهم لقابئهم؟ صح كده؟ ماشي إيه ده عارفتموه؟ أو خلاص أو الأب اعترف أو راح السجن المدن وطلع شارة ميلاد أنا غرضي إيه؟ إنه طيب أنا قبل كده زمان قام الرسول السلام كان ممكن الراجل يتخفى أو ينكر أو ما يظهرش طب أنا ما عرفوش طب نعمل إيه؟ يبقوا هما أولياء وأصدقاء أصدقاء كانت في علم القيافة والشهود هذا بالشبه شبه الشكل الخليج الظاهير طيب ما عرفتوش الراجل أنكر الراجل غطس مش عاكين نعطر فيه هو شاهد ده بقى أهم من التحليل والمعامل وبعدين فإنه خاص موال بصمة الورسية دي ما خلقنا يا سيدة أولا بصمة الورسية تدل على طلاقة قدرة الله تعالى أيوة إنه ربنا جعل التريليونات من البشر أو من الخليقة كل إنسان له صفات البيولوجية التي تخصه الله أكبر مش الصنبة وحدة يعني صنع البشر اللي بيجي يصنع هذا الكوب أو هذا الكاس هو دي نفس الصنبة وحدة إنما شوف ربنا ما جعل لكل إنسان حتى بصمة الأصابع يعني صورة القيامة بلى قادرين على أن نسويها بنانا علشان يجعل مليارات الإبهام يختلف من شخص الواحد إلا في نسب ده دليل على قدرة الصانع برضو ما ربنا بيجعل الصفات الوراسية لا تتفق مع الغير إطلاقا ده دليل طلاقة القدرة الإلهية لكن أنا بقولك بس عمال أكد على المجتمع ليه نعزي المجتمع يعيش في طهر صح صح أنت أيتها الإنسان أو أيتها المرأة حفظي على عردك حفظي على طهارة نسبك حفظي على هذا الجنين الذي يأتي لا تغذي فيه في الاتهامات وعلامات الاستفهام وقاعات وردهات المحاكم قدامك طريق واحد الزواج ثم الزواج ثم الزواج حدش يضحك عليها ولا يلعب بدماغها ولا يفاهمها حاجة كده ولا كده بدعوة ولذلك حضرتك لما بيضحك عليها ويحتل عليها ما أنت عارف أيضا بتروح تلجأ للدئن إيه وبعدين هو برضو بيهوم محامينه والقاضية تبقى منظورة على فكرة هي أساءت للمولود حتى لو نسب إليه ضرته بعد فضيحة ده ولد مسكين بعد فضيحة دول اللي أصبهم الضرر الأكبر بعد فضيحة هيقولوا أني فلان حصل على حكم قضائي بإثبات نسبه من أبيه ويمكن يفضل طول عمره رغم البصمة الورثية ينكر يا ما دعاوى قضائية حكم فيها ومع الحكم القضائي بيجي من نسب إليه الولد برضو بينكر ويصر على إنكاره بيحصل فحنا بنقول إيه الطهر الوضوح النقاء أيصر وأحكم السبل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أختم بس بسطر ورحة طبعا شوف يا سيدنا المجتمع يخضع للشريعة الغراء وليست الشريعة تخضع لأهواء الناس صح أقول لنا حاجة أو تفضل أنتم أعلم بأمور إيه أنتم أضرب شئون دنياكم بس في حدود أحكام الله طبعا في حدود أحكام الله بالضبط يعني هناخدها دليل ولا مجرد قرينة قرينة قوية دليل دليل أنت إخواننا للقانونين أنا لا أصادر على القانون ولا أصادر على الطبيب طب أنا هسأل أحنا عارف أن أنا فأدل لتلاتين ثانية بسنة الحتة دي معاي زملة مخي ورد عايزين نستاذين من العلم المولانا ما هو مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى بحكمته الغير متناهية دي إدلنا العلم أننا نتعرف على البصمة الورصية لأنه بالتأكيد ربنا عارف أنه هيجي فيه أزناف الناس تعمل وتسوي وتغلط وتلخبط فيبقى فيه علم يديه لك الدليل الدامغ أن هذا ابن زاك لا ننكره أولا فيه أبحاث عندنا في كلية الشريعة جامعة الأزهر معتمدة في حضرتك بحث يقدم للمجمع الفقه لربية العالم الإسلامي لا ننكره فيه أبحاث فيه منظمة العلوم الطبية الإسلامية في الكويت كل ده لا ننكره بس كده ده طب الأزهر نفسها مليانة أبحاث نعم تملى من الأرض لحد آخر بلد نعم بشد الله أن ربنا يوفق مصر تعمل مجمع فقه إسلامي بدل ما نععد نستورد من مجمع كذا ومجمع كذا ومجمع كذا أيوة عندنا لجان وهي تكبر العلماء الموقرة بتخدم العلوم الفقهية لكن أنا أريد مجمع الفقه الأزهري أنا أتفق يا رب وشجع ودعي ربنا مجمع الفقه الأزهري أمل يراودنا نحن خدام الفقه في الأزهر الذي يخدم الإسلام من 1083 سنة ده يراودنا إحنا الناس اللي كبرت وتربت على محبة واحترام الأزهر الشريف اللي كبرت وتربت على أنه الأزهر هو قلعة العلم والعلماء والفقه والمدافع والقلعة الكبرى الحصينة للديانة الإسلامية وللاستنارة في العالم كله ده طبعا وأيضا تعرف الأزهر هو الضمانة لحقوق إخواتنا أهل الكتاب لهم احترمنا ولهم احترم لرموزهم ومرجعياتهم طبعا خاصة إخواتنا المسيحيين ولا نتهجم على فكر على الشريعة اليهودية خالص نحترم الشريعة اليهودية مناش دعو الأمور السياسية بنحترم الشريعة المسيحية طبعا نحن بنلتزم بالإسلام أكيد أنا أنا لي سيدة فاضلة صديقة عزيزة جدا علي الست مجدى هارون وهي رئيسة الطيف اليهودية سمعين طبعا هي رئيسة الطيف اليهودية صديقة عزيزة من زمان والدها كان صديق نحن لا نعاديهم على فكر ونندل نس ده عندهم تاريخ وطني لا نعادي اليهود الموادعين أخلفنا بقى بقى مع السانة و السبعين ده قضية تانية ده عيلة الأستاذ شحاط هارون الله يرحمه دي ده هو الراجل ده قيمة وطنية رفيعة بس الناس تقرأ تاريخه نورتنا مولانا بارك وشغفتنا وحمد الله على السلام وحيشني قوي جدا ربنا يسلمك ربنا يخليه كل الشكر لضفنا العزيز صاحب البيت مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وسيد الفقه المقارن بجماعة الأزهر